السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعى لوقاتكم متابعين مطبخي مطبخة كلاة شامية ان شاء الله تكونوا بخير على طول فيديو اليوم من الفيديوهات مميزة كثير وهو طريقة تحضير السينامون السينامون روز من المخبوزات او الحلويات كثير طيبة مرغوبة مطلوبة كثير على اليوتيوب وعلى الصفحات كثير مطلوبة هالنوع ممكن نقدمه بشهر رمضان بعض الافطار كثير طيب وطريقة تحضيره سهلة اليوم سشرح لكم بهذا الفيديو طريقة تحضير العجين كيف نجهزها كيف نحضرها مقوناتها كثير بسيطة وكيف تطلع معنا بهالشكلها تشوفوا كيف العجينة من جوه عبارة عن طبقات وخفيفة كثير وطيبة كثير بإذن الله خليكم معي الاخر الفيديو لتشوفوا طريقة تحضير السينامون بداية اخواني انا عندي هون كاستين طحين بدي ضفلون نص كاست سكر وحضفلون معلقتين كبار حليب بودرة ومعلقة كبيرة خميرة خميرة الخبز وحلا بضفلون نص معلقة صغيرة ملح طبعا ملح بحطه بعيد عن الخميرة هيك المكونات الجافة انتهت هدوهن المكونات الجافة هلا بدي ضفلوا المكونات بدي ضفلها الزبدة والسوائل هلا بضفل عندي هون ثلاث كوب زبدة زبدة طرية طبعا المقاضية كلها بتلاقوها موجودة بسندول وصف اسفل الفيديو وعندي كاسة مي بحارات غرفية عادية لا بدي العجين فورا يختمر ويتفاعل تتفاعل خميرة وينفش العجين ويضفلوا حبة بيض بوحدة هاي هي مكونات العجينة كلها مكوناتها بسيطة وسهلة بدي العجينة هاي العجينة لازم تنعجن تقريبا 10 دقائق على المكنة اقل شي او ربع ساعة على ايدي اذا بدي عجينة لازم هالعجين هادي العجين تمام لحتى يشتغل القلوتين للي بقى البلطحين وقدر افردها واشتغل فيها بتطلع معي نعمة لازم هيك بعمة عجينة تصير عندي نعمة وطرية هيك العجين صار عندي جاهز هلا بشكله على شكل كرة وبغطيه بتركه 10 دقائق لربع ساعة ساعة ل 15 دقائق لحتى يرتاح العجين وقدر افرده واشتغل فيه هيك اخواني هلا بعد ما ارتحت العجينة ربع ساعة بدي افرد العجين هلا بستعين بشوي تطحين بيشكل هادو هلا بدي افردها بالشوبك بدي افرد العجين على مهلي شوي شوي بيهدوء كتير لحتى يفرد ماي العجين برياحة ويظل مرتاحة عن عجينة ما تشد معي بفردها تقريبا بدي افردها حتى تصيص ماكتها 3 ميلي بدي افردها على الجهتين بهالشكل متل ما كون شايفين بالفيديو لحتى تفرد العجينة معي تماما وترتاح من نفس الوقت انا هون بريح العجين عم بفردها شوي شوي على مهلي بدي اريح العجين ما بدي اضغط عليها كتير وشد ومط فيها كتير بتنتزي العجينة ما تعد تعطيني هالطراوي بالفرن للي بدي اها الشغل بالعجين لازم يكون كتير هادوء فيه كتير حتى تعطيني الشكل اللي بديها هيك هلا عندي فردها تقريبا بسماكة 3 ميلي مثل ما كون شايفين وهلا بدي بلش حط الحشوة اول شي عندي هون زبدة مزابة لازم يكون زبدة مزابة كمية طبعا ما في هون كمية بدنا نفرض لحنا زبدة لحتى نغطي العجين كله بطبقة كاملة من الزبدة زبدة مزابة حسرا زبدة ما بيشتغل معي الزيت هون او استمنى لازم زبدة ضفلها هاي الاكلة هيك هلا دهنت عملت طبقة كاملة من الزبدة المزابة طبعا اي نوع زبدة بتكون يا حيواني او نباتي ما بتفرق طبعا من نسبة للحشوة هلا بسكركم في حشوات كتير للسينامون بس كلهم بدايتا بنا نحط لهم زبدة هاي الحشوة المشتركة الزبدة بعدين من هلا من نضيف لسكر يضيف تقريبا هون شي كوب سكر لهاي العجينة بدي رش عشان سكر خشن حصرا الخشن سكر العادي بعمل طبقة كاملة هيك من السكر فوق الزبدة اللي يدهنت طبعا من القرفة الزبدة يدهنت على العجينة بها الشكل هيك من Topc الوزع طبقة skeptية ح可愛 حشه تقريبا إن value الخشوت الوزع طبقة من الارفة يجب أن نضيفها عن طريق منخلة حسراً لكي لا تعطيني تكتلات تطلع بودرة ناعمة كثير كمان فوق السكر بعمل طبقة كاملة من الارفة الناعمة اذا بدي لحطت لها طبقة كاكو بدي لحط كاكو بدال الارفة يجب أن يضيف فوق منها كمان قطع شوكولات صغيرة الشوكولات النعمة الصغيرة او ابشر شوكولات بشر فوق منها هيك عندي الطبعة صارية جاهزة كلها هيك الحشوة جاهزة هلا بدي اتني العجين اول شي بهالخطوة هي كتير مهمة تني العجين اول اول درب لازم يتني بهالشكل هاللح تسكر على القرفة تماما ما تطلع برات العجين تني بهالشكل وبكز عليها لحتى اقفل على العجينة تماما هاي اول اول خط وبقفلها بالاخي كما بتني الاطرف لجوة من الاول والاخر اول الطرف بدين لجوة والاخر لحتى ما اطلع متلما تلكم الافير لبرا وهلا بدي يلف على شكل رول بضل بشد العجين ما بدي ايطلع رخو بشد العجين وبلفو بشد العجين وبلفو بهالشكل متل ما كون شايفين بالفيديو شوفوا كيف عما شدة بيديو ورجع رد لفا ما ديها تطلع رخوة مشان ما تفتك عن بعضها كله وما تشتغل معي بشدة وبلفو بهالشكل متل ما كون شايفين والعجين ما بخليه يفوت لجوة يعني لازم يطلع كله محازات واحدة من على اطراف شوفوا شلون بشد الاطراف لحتى يطلع العجين كله معبي على اطراف كله كامل ما يطلع اطراف فاضية ولجوة تليان بشد وبدور بلف هيك هلا لفيت العجين كله ما بسكرها ما بقفلها منتحت بس هيك بخلي هلا الوصلة منتحت بها الشكل يعني ما برجع بسكر عليها منتحت بس هيك لفيتها رول وهلا بدي اطعها اول شي عندي هون بحرر الاطراف بقيم الطرف الطرف هلا بيكون فاضي العجين فاضي وهلا بدي اطعها تقريبا عرض ثلاثة سانتي بها الشكل وما بمعسى معس يعني لازم السكين تقصة قص سكينة تكون حدي تقصة قص تماما ما بدي معسى انزع موديلة بها الشكل متل ما كون شايفين اطعها كلها تقريبا عرض يكون بحدود ثلاثة سانتي هيك عندي صاروا جاهزين هلا باخد قطعة شوفوا بالفيديو شلون باخد قطعة بسحب الطرف ليش شكت لكم ما دي افل لطراف بسحب الطرف بحطه تحت تحت العجينة بهالشكل لحتى ما تفلت معي بالفرن وبدي اخبزها لحقيد واحد ثاني شوف كيف باخدها متل ما هي باخد الطرف بشدة بشدة شوي لحتى ما تفلت معي وبحطها تحت العجين وباخدها هيك متل ما هي شوفوا تحت العجين تماما بقفل عليها وباخدها بحطها هلا بصينية فرن بدي تكون حصرا ببطنة بورق زبدة او بالسيليكون ما بسير دهنة لازم نحط لورق زبدة او سيليكون لحتى ما تلزق معي هاي العجينة فيها زبدة كتير وبتلزق شوفوا شلون بحطها هيك تحت هيك صاروا جازين هلا باخدهم القطع كلها وبصفهم بالصينية متل ما تركهم ببطنة بورق زبدة هلا هي بدي اغطيها واخدها تتخمر تقريبا ساعة على درجة حرارة 40 او او اذا كان حطيتها بالغرفة عندي عادي بممكن تاخد ساعتين حسب درجة الحرارة لازم مهم انه يضاعف حجمة صير عندي قطع السينمون متل ما شوية فيم بالفيديو هيك مخمرة وضاعف حجمة صار حجمة دبل هلا هيك باخدها متل ما هي على الفرن فرن بدي اخبزها على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة شغال الفرن من تحت او اذا عنكم مروحة بتشغل الفرن عن مروحة ونحطها بالرف النصصاني بتاخد ماء 20 دقيقة تماما ممكن انا شغلي تحت بعنين اخبزها من فوق شوي او ممكن انه اكتفي بس من تحت تاخد لون لحاله هلا بتركها لحتى تبرو بدي جهز الصوس اللي بدي حطه فوق منها عندي هون جبنة دهن جبنة كريمية قشطية اي نوع جبنة بتكون اياها وضيف فوق منها نسلة الحليب المكسف طبعا كمية حسب الرغبة بدي خلطه ندوم مع بعض هاد بدي زين فيه السينمون بس يبرود هلا بخلطهم مع بعض ممكن اخلطهم بايلي ممكن اخلطهم بالهاند بنكسر ممكن انخلط النسلة ينخلط مع الجبنة هيك صار عندي الخليط جاهز هلا بحطه بكيس حلواني او كيس بوش او ايا كيس نايلو بيمشي الحالي عموم انه انا بدي ادر زين فيه السينمون بها الشكل بلف ولف عليها طبعا ازا كان عندي انا الحشوة هي كاكو فانا بحط بدال هالسوس هات بحط شوكولات سائلة شوكولات مدوبة سائلة بزين فيها وبعدين بحط فوق منها الشوكولات شيبس حبات الشوكولات هون عندي الارفيفة بحط لها هذا السوس هي هيك بتجي طعمتها بتكتب تطلع طيبة ازا كنت هتطلع كريم بات السيار ممكن زينها بالكريمة انتو حرين وطبعا هون ضيف لها كمانا الاشلميش او الزبيب الابيار الزبيب اللي بيجي بلا بزر لونه فاهي كمان كتب يطلع طيب محا هيك عندي السينمون صار جاهز متما كون شايفين طريقة تحضير العجينة طريقة تحضيره وطريقة خبزه كتب سهلة مكوناته كمان بسيطة ممكن ننوع بالحشوات ممكن نختار كزا حشوة متما تلكون الشوكولات او ممكن نحشيه بالكريم بات السيار شوفوا العجينة كيف متماسكة مع بعضها خفيفة كتير هي شرط اساسي بانقولة الاجل لازم ان يكون كتير خفيفة طريقة هلا على اسملكونyen واحدة عندامكن normalmente شوفوا كيف الطبقات في الداخل بيناتهم اليو فئر veya زبدة وسكر صدقوني كتير yeah ريحتها حلوة نتمنى انو الكريم بيجيبهم رائعا اتمنى تغيبهم طوامات تغيبهم طريقة واضحة وقتبكونوا طريقة طريقة ما نظ Virgin خفيف كتير فلفي وطبقات هيك مثل ما كون شايفين كله طبقات بقلبه القرفة وخفيفة كتير اذا الفيديو عجبكم لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد لا تنسوني من صالح دعاكم انا الشيف عادي من مطبخي مطبخ اكلات شامية بحييكم والسلام عليكم